موسيقى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو سكان الاحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة الى منازل هفا موسيقى تقدم مستمر للجيش بحلب وموسكو تكذب تصريحات لندن وتؤكد ان بريطانيا لم تقدمي مساعدات لاهالي حلب موسيقى لابروف يعلن استعداد بلاده لاستئناف المشاورات مع الجانب الامريكي بجناف في اي وقت موسيقى اهلا بكم الى هذه الساعة الاخبارية القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو الاخوة المواطنيين سكان الاحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة الى منازلهم بعد ان عاد الجيش العربي السوري الامن والاستقرار الى تلك الاحياء وباشرت مؤسسات الدولة باعادة تأهيلها قام العماد فهد جاسم لفريج نائب القائد العام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المواقع والنقاط العسكرية في حلب وريفها على اتجاه شيخ سعيد النقارين غرب مطار النيرب الجولة التي جاءت بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الاسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة تضمنت زيارة عدد من الاحياء المحررة في مساكن هنانو وحي بنزيد ومعبر الكستيلو واطلع خلالها من القادة الميدانيين على طبيعة المهام المنفذة والنجاحات التي تحققت في مدينة حلب وريفها وعلى الإجراءات والتحضيرات التي يتم تنفيذها لتأمين احتياجات المواطنين الذين حررهم الجيش العربي السوري من سطوة الإرهاب وأمن خروجهم من الاحياء الشرقية للمدينة كما ناقش العماد الفريج نائب القائد العام مع القادة خطط العمليات المقبلة والمهام المسندة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة إنجازات متتالية يحققها الجيش العربي السوري على تساع رقعة الجغرافية السورية تنعكس خسائر كبيرة وانهيارات متتالية في صفوف التطنيمات الإرهابية التفاصيل في التقرير التالي مسار تقدم يستمر يرسخه الجيش العربي السوري على جبهات حلب مصدر عسكري أكد أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت الأمن والاستقرار إلى مجموعة من كتل الأبنية بجبهة 2 كيلومتر وعمق 1 كيلومتر في أحياء الحلواني والجزمات شرق حلب تطور جاء بعد خوض الجيش العربي السوري والقوات الرديفة اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في حي كرم القاطرجي أصفرت عن تكبيد الإرهابيين قتلى وقى منهم وحدات الجيش أعادت كذلك الأمن والاستقرار إلى أزاء كبيرة من حي طريق الباب والحلوانية في الجهة الشرقية من مدينة حلب بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة عمليات الجيش تستمر بمختلف محاور الاشتباك في درعة قتل وأصيب عدد من الإرهابيين أثناء تحصنهم في إحدى الأبنية شرق ساحة بصرة كما تم إعطاب دبابة ومدفع ومربضهاون وعدد من الآليات ومقتل طواقمهم بحي العباسية وجنوب مدرسة المتنبي وكذلك تدمير عدة دشم وطلاقيات للإرهابيين بمن فيها جنوب غرب مؤسسة الكهرباء بمخيم النازحين بدرع البلد في المنطقة الوسطى نفذت وحدة من الجيش رمايات مركزة على تحصينات إرهابي جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته بمحيط مدينة الرستان شمال مدينة حمص في عملية دمرت وكرا للإرهابيين وأوقعت عددا منهم قتل بينهم متزعمون وصول دفعة من المساعدات الروسية إلى منطقة جبرين التي خرج إليها عدد من أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب مراسلنا وليد هاناي والتفاصيل موسيقى 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 من جديد متابعة الإخبارية السورية من منطقة جبرين هذه المنطقة التي تحتوي على الآلاف من المدنيين الذين خرجوا من الأحياء الشرقية باتجاه هذه المنطقة ونتحدث عن المطبخ الروسي الذي جهز وأقدم من قبل الحكومة الروسية الصديقة وكافة المساعدات الغزائية والإنسانية التي تقدم للمدنيين في منطقة جبرين نتحدث عن منطقة تتواجد فيها الأطفال والكبار والمدنيين الذين خرجوا من الأحياء الشرقية والألاف صراحة هم خرجوا من هذا المطبخ إضافة إلى المؤسسات الغزائية التي تقوم بتقدم كافة المساعدات الغزائية والإنسانية والآن مرحلة أخرى تأتي باتجاه المدنيين الذين خرجوا باتجاه منطقة جبرين المواد الغزائية والإصحافات الغزائية والإنسانية هي جهزة أيضا رسائية والإنسانية 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 وال نتقدم المصادة الإنسانية في أخياء شركية مدينة الخالب مباشرة في الأخياء المخررة من الإرغاب نحن يجينا لهن نغيس أهالينا ونقدم لهم المساعدات من ألبسة من حرامات من طعام يعني كل ما يستطيع المركز تقديمه نحاول أدب أن نستطيع أن نقدم وجبة شوي غنية بالفيتامينات حديث للعالم الموجودة هلأ هون حرصا تاما من الحكومة السورية لتأمين كافة المستلزمات التي تهم المواطن الذي يخرج من الأحياء الشرقية وليد هنائي الإخبارات السورية من منطقة جبرين حلب وكانت دفعة من المساعدات الإنسانية الروسية وصلت إلى حلب بناء على توجيهة سابقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أوعز لوزارتي الطوارئ والدفاع الروسيتين بإرسال مستشفيات متنقلة لتقديم المساعدات الطبية لسكان حلب والمناطق القريبة منها إضافة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية للأهالي الخارجين من الأحياء الشرقية للمدينة لمساعدتهم على تجاوز المحنة التي يمرون بها وهذه المساعدات جزء من نحو عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية التي قدمتها موسكو للسوريين خلال الفترة الماضية اليوم نعم خلال الفي محيم الناسيخين استطاع الديني وخلال الفي موسيحين السيخين والماليبس للأطفال وقضوا كنت نعم خلال حبس والمواليبات والأحمن الباکرة والرس والسوكر كذلك المركز المصالحة روسيا يقوم بناقل النزيخين من المخيمات إلى المناطق المخررة بالخفلات الطابعة للإدارة للحكومة الخلب الجيش عميق يقدمنا كافة التسهيلات والمعونات وما أحد أبدا نقص أي شيء الحمد لله عميق قدمنا أكل وشرب وفرش وكل أمور الحياة التي طلبها الشعب كرى الجيش العربي السوري والأموات الحليفة طالعنا من مناطق الارهابية وجينا عن مناطق الأمنة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر العربي السوري الاطلاع على الواقع الخدمي للأهالي المهجرين من أحياء المدينة الشرقية في مركز جبري نحن هنا عم نشتغل بالتنسيق مع محافظة حلب بالكادر المحافظة والسيدة المحافظة والأعضاء بالتنسيق معهم بإغاثة الأهالينا في الأحياء الشرقية وبكل محافظة حلب أماكن نزوح الأهالي بدنا نقولها بمعنى تاني الوافدين من مناطق المتضررين من المسلحين حاليا متواجدين في مركز جبري عم نقدم كل الدعم الضروري للأخوة الواصلين قدمنا فرش وبطانيات ومواد غاسية وغزائية وغير غزائية وخدمات طبية كاملة وبالتنسيق طبعا مع الجمعيات الأهلية والمنظمات والهلال الأحمر جرت خلوج أهالينا من الأحياء الشرقية إلى مراكز الإيواء استنفرت المديري بشكل كامل تقديم جميع الخدمات لأهلنا من عيادات متنقلة معاينات طبية بالإضافة للفرق الجوالي للقاحات نحن بمنطقة جبريل المنطقة آلاف النازحين من المناطق الشرقية مهمة الفريق تقديم العون الطبي والإسعافي والإغاسي وأماكن الإيواء لأهلنا اللي يجونا من المناطق الشرقية لحلال نحن نعمل بشكل دائم وعلى مدار الساعة وعلى استعداد لتلبية كافة الاحتياجات لإلقاء المواطنين سواء الموجودين هنا أو الموجودين في مركز إيواء المحالج تم تقديم مساعدات طبية من خلال عيادات نقالة توفر المعين والدواء المجاني مع تقديم ما يساعدهم على تحمل البرد حاليا ارتقى خمسة شهداء وأصيب عشرات الأشخاص بجروح جراء اعتداء تنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على أحياء سكنية في مدينة حلم وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب بأن تنظيمات الإرهابية استهدفت بقذائف صاروخية وهو ونحياء حلب الجديدة والحمدانية والإذاعة وشارع النيل والحرم الجامعي والأشرفية وسيف الدولة في مدينة حلب فيما تتلقى تنظيمات الإرهابية ضربات قوية على الأرض تتابع دول غربية كبريطانيا محاولاتها تسيس الملف الإنسانية للتغطية على أجندة سياساتها الرعية للإرهاب وزارة الدفاع الروسية ردت على لندن بالقول أن بريطانيا لم تقدم على مدى سنوات الأزمة أيها مساعدات للمحتاجين التفاصيل في التقرير التالي محاولات مستميتة من دول غربية لتشويه صورة الدور الروسي في سوريا كانت أحدث حلقاتها تصريحات المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي زعمت فيها أن موسكو تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق عدة في حلب وزارة الدفاع الروسية ردت على هذه المحاولة عبر المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف الذي أكد في بيان أن بريطانيا لم تقدم على مدى أكثر من خمس سنوات منذ اندلاع الأزمة حتى ولو جرام واحد من الطحين أو حبة دواء لمساعدة السكان المحتاجين كوناشينكوف الذي أشار إلى أن مركز التنسيق الروسي يقدم يوميا مساعدات إلى المتضررين في حلب ذكر في بيانه المسؤولين البريطانيين بأن قوات الجيش العربي السوري تمكنت منذ الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي من استعادة حوالي نصف الأحياء التي كان يسيطر عليها الإرهابيون شرق حلب ما أتاح تحرير نحو تسعين ألف شخص حقائق تويد موسكو تقديمها للرأي العام تفضح من خلالها المواقف الغربية التي لا تكتفي بدعم وتغطية التنظيمات الإرهابية بل تعود للمناورة مجدداً في الملف الإنساني في محاولات يائسة لتسييسه وتشويه الحقائق نحن بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحماية الجيش العربي السوري قدرنا أن نكسر هالحصار ونحن أول العوائل وأول الحي الحيدرية اللي يطلع حقائق على الأرض يؤكدها المواطنون الخارجون من حصار الإرهابيين في أحياء حلبة الشرقية في شهادات تعكس المشهد الذي يصر الغرب على تجاهله خدمة لأجندته الاستعمارية أكد وزير الخارجية الروسي سرقيل أفروف استعداد روسيا لإرسال دبلوماسيها وخبرائها العسكريين لجناب في أي وقت لاستئناف المشاورات مع الجانب الأمريكي بشأن تسوية الوضع في حلبة تقرير يحيى كوسا ربما تكون الانفراجة بين موسكو وواشنطن هذه المرة منذ تعليق الاتفاق الروسي الأمريكي انفراجة تشف عنها وزير الخارجية الروسي سرقيل أفروف غدى تلقائه مع نظيره الأمريكي جون كيري في روما حول تسوية الأوضاع في حلبة وأخراج المسلحين منها الوزير رافروف أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني موميو كيشيدا في موسكو أن الوزير كيري سلم إلى الطرف الروسي أثناء اللقاء في روما فزمة من المقترحات بخصوص سوريا تنسجم مع المواقف التي يتمسك بها الخبراء الروس إن روسيا مستعدة لإرسال دبلوماسيها وخبرائها العسكريين إلى جناف في أي وقت لاستناف المشاورات مع الجانب الأمريكي بشأن الوضع في حلبة وأنه يجب أن تضمن الخطوات المنسقة مع الجانب الأمريكي انسحب جميع المسلحين دون استثناء من شرق حلبة ما سيتيح إيصال مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة وتطبيع الأوضاع فيها الأجواء الإيجابية بين واشنطن وموسكو نعكست على تصريحات المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا في روما والذي أشار فيها إلا أن معركة حلب أصبحت في نهاياتها حيث بات الجيش العربي السوري يسيطر على أكثر من 60% من الأحياء الشرقية للمدينة إن المعركة للسيطرة على حلب لن تستمر لمدة أطول من ذلك وقد كنت أشعر أنها ستكون معركة رهيبة ستنتهي بحلول احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة وأتمنى أن لا تقع المعركة وأن تكون هناك صيغة مع تراجع أدارة أوباما عن قرارها وقف المحادثات مع موسكو حول سوريا وتقديم كيري مقترحات لإخراج المسلحين من حلب وتراجع أوروبا عن فرض المزيد من العقوبات على موسكو إشارات إيجابية بعد سقوط الرهانات الغربية على الإرهابيين في حلب وبعد نجاح الجهود الروسية المكثفة لتسوية الأوضاع سياسيا وإنسانيا فيها واقتراب انفراج الأزمة وخروج المسلحين طوعا أو كرها العالميون الغربيون يعتمدون في تقاريرهم حول سوريا على مصادر مجهولات الهوية ومصطلح تسميته شهود عيان مع تجاهلهم لاحتمال أن يكونوا إرهابيين أو متواطئين مع التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبات النصر الكاتب البريطاني باتريك كوكبيرن ينتقد تغطية الإعلام الغربي المتحيزة لما يجري في سوريا مؤكدا أن الإعلاميين الغربيين يعتمدون في تقاريرهم على مصادر مجهولة الهوية ومصطلح تسميته شهود عيان مع تجاهلهم لاحتمال أن يكونوا إرهابيين أو متواطئين مع التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصر كوكبيرن أكد أن التنظيمات الإرهابية تعتمد على بث الأخبار الكاذبة وعلى ما يسمى شهود عيان في محاذ نفسها مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الغربية تتحمل المسئولية في نقلها تقارير مشكوكا بأمرها أو منقولة من جانب واحد وحول تغطية وسائل الإعلام الغربية والإقليمية المنحازة والمسيسة بشكل واضح للأزمة في سوريا لفت كوكبيرن إلى أن هذا الأمر ليس بجديد وأن وسائل الإعلام الأمريكية والغربية بررت غزو العراق عام 2003 بترويجها لإكذوبة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل واعتمدت آنذاك على تقارير غير موثوقة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الإقليميون يقودون حملات تضليل إعلامية هستيرية لتشويه ما يجري في سوريا وقلب الحقائق لتحقيق أجندات معينة وقد ساقت هذه الدول أكاذب كثيرة لتحقيق أهدافها على مدى السنوات الماضية بما فيها أكذوبة ما تسمى المعارضة المعتدلة ووجود فوارق بينها وبين التنظيمات الإرهابية الأخرى جدد وزير الخارجية المصري سامح شكر التأكيد على ثبات الموقف المصري تجاه حل الأزمة في سوريا مشددا على رفض تدخل الخارجي في شؤونها الداخلية لخدمة مصالح ذاتية ونقلت وسائل أعلام مصرية عن شكر قوله في تصريحات أدلى بها في مؤسسة بروكينغز بي واشنطن إن الموقف الثابت الذي تتمسك به القاهرة تجاه الأزمة في سوريا يستند إلى محورين أولهما هو الإصرار على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية وحماية مؤسسات الدولة فيها والثاني هو دعم الطموحات المشروعة للسوريين عن طريق اتخاذ قرارات سياسية تعكس رغبة الشعب السوري بأكمله أكد رئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بين إيران وروسيا بهدف حل الأزمة في سوريا ومكافحة الإرهاب في المنطقة وقال روحاني خلال لقائه المواطن الخاص الرئيس الروسي إلى سوريا أليكساندر لافرنتييف في طهران إن التشاور والتعاون الجيد بين طهران وموسكو في هذا الشأن سيستمر حتى تحقيق الهدف النهائي الذي يتمثل في اجتثاث الإرهاب وإرساء السلام والاستقرار الكامل في المنطقة مضيحنان الأزمة في سوريا يمكن تسويتها عبر الحوار السياسي واحترام إرادة الشعب السورية المقرر الرئيسي والنهائي لمستقبل سوريا كذلك احترام محدة أراضيها ومساعدة المهجرين والمتضررين من الحرب دون ادخار أي جهدا في سبيل ذلك ندوة سياسية في العاصمة النمساوية فيينا لناشطين ومتضامنين مع سوريا في حربها ضد الإرهاب نيابة عن العالم مراسلتنا لبنى فياض والتفاصل تحت شعار ارفعوا أيديكم عن سوريا عقد في العاصمة النمساوية فيينا ندوة سياسية شارك فيها الوفد التضامني سويسري الذي زار دمشق مؤخرا وعدد من الناشطين والباحثين أعضاء الوفد قدموا للحضور مشاهداتهم لما تعرضت له سوريا من إرهاب واستعرض حجم الأكاذيب الإعلامية الغربية التي يمارسها الإعلام المعادي من الصعب في أوروبا أن نحصل على إعلام حيادية أو صادق لأنهم لا يقدمون لنا إلا ما يرغبون بعرضه بالنسبة لي كان من المهم أن أرى تعاون الشعب السوري مع حكومته للعمل في الدفاع عن وطنهم خلال الندوة تم عرض مجموعة من الصور التي التقطها الناشطون خلال زيارتهم إلى سوريا والتي توثق تضحيات الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب زرنا سوريا منذ شهر وتكلمنا مع المواطنين والجنود في سوريا وتعرفنا على الواقع هناك وقمنا اليوم باطلاع الحضور على حقيقة ما يجري في سوريا من خلال الصور والوثاقة أنا الآن أستمع إلى أخضار الإنجازات العسكرية في مدينة حلب وسعيدته جدا لقرب خلاصها من الإرهاب خاصة وأنه عند زيارة لحلب تركت لدي الانطباع الكبير الحضور الكثيف الذي غصت به قاعة الندوة ومن خلال التفاعل مع أجوائها عبروا عن التضامن والدعم لسوريا في وجه الإرهاب التفاعل الحضور كان بيريدوا يتعرفوا تماما على الوضع بسوريا على حقيقة الوضع بسوريا بشكل خاص سمعوا للزملاء هالي جايين من السويسرة كانوا بزيارة سوريا نحن تكلمنا كمان أيضا عن الإعلام والتفاعل كمان انتقد الإعلام الموجودهم في أوروبا لأن الإعلام في أوروبا حقيقة لا يذكر الواقع اللي عم يحدث في سوريا أنه موجودين إرهابي من جميع دول العالم يدخلوا لسوريا ويقاتلوا ضد الدولة السورية فعاليات ونشاطات تضامنية تجري في مختلف الدول الأوروبية وسط غياب إعلامي غربي تماشيا مع المؤامرة على سوريا تضامن نمساوي شعبي يكشف حقيقة النفاق الأعلامي في تناوله للأزمة السورية لبناطيات للإخبارية السورية فيينا النمسا ساعتنا مستمرة فيها أيضا القوات العراقية تستعد السيطرة على قرى جديدة شمال مدينة الموصل تفضلوا بالبقاء معنا ترجمة نانسي قنقر 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 دكتور عباس رئيس مجلس الشعب تؤكد أن دول محور المقاومة ماضية في حربها ضد الإرهاب حتى تحقيق النصر الغيبوبة الدائمة أو الموت المفاجئ يتهددان حياة سيرين مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيليد القوات العراقية تستعد السيطرة على قرى جديدة شمال مدينة الموصل أهلا بكم من شديد أكدت دكتور هدي عباس رئيس مجلس الشعب أن دول محور المقاومة ماضية في حربها ضد الإرهاب حتى تحقيق النصر النهائية مشيرة إلى أن التعاون المثمرة بين سوريا وإيران سيستمر في جميع المجالات خلال استقبالها وفد بيت العامل الإيراني برئاسة علي رضا محجوب عضو مجلس الشورى الإسلامية عبرت الدكتور عباس عن الشكر العميق للجمهورية الإسلامية ليقوفها إلى جانب سوريا في محور واحد ضد الإرهاب والتطرف بدوره قال علي رضا محجوب رئيس بيت العامل الإيراني وعضو مجلس الشورى الإسلامي قال إن العلاقات بين نقابات في سوريا وإيران تتطور بالطراضة مشيرا إلى مبادرات جديدة لدعم أسر الشهداء والمصابين من الطبقة العاملة في الواقع علاقتنا باتحاد بيت العامل الإيراني علاقة قوية وعريقة وقديمة بكل تأكيد هذه الزيارة للأخ علي رضا محجوب رئيس اتحاد بيت العامل والوفد المرافق له هي في إطار التضامن مع عمال وشعب سوريا في مواجهة هذه الحرب وتأسيراتها وتداعياتها خلال ثلاثة أيام من المباحثات اتفقنا على الاستفادة من التجربة الإيرانية فيما يتعلق بالعناية بالجرحة سواء من الطبق العامل لجرح الطبق العامل الذين طاولهم بالإرهاب في معاملهم ومواقع عملهم أو الجرح المدرين أو جرح الجيش العربي السوري كان اللغاء جدا ممتاز مع رئاسة المجلس الشعب السيدة هود عباس يعني كان اللغاء جدا ممتاز وتناولنا أمور كثيرة حول تطوير العلاقة أيضا بين البرلمانين وبين الشعبين وأيضا في الأمور النقابية وخدمة العمال في جميع المجالات وكان اللغاء ممتاز وإن شاء الله تتحقق هذه الأفكار على العمل وتكون خدمة للشعبين وإلى العمال الإيراني والسوري إن شاء الله استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عيمات خميس أمين عام منظمة بيت العامل الإيرانية أضو مجلس الشوري علي رضا محجوب والوفد المرافق له حيث تم تأكيد على أهمية الاستمرار بتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية التفاصيل في تقرير التالي استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عيمات خميس اليوم أمين عام منظمات بيت العامل الإيراني عدو مجلس الشورى علي رضا محجوب والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء أعرب عن تقدير الحكومة السورية لمواقف إيران الداعمة لصمود الشعب السوري في ظل الإجراءات القصرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تستهدف لقمة عيش المواطن السوري بالدرجة الأولى مؤكدا أهمية الاستمرار بتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وإقامة مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين وأوضح المهندس خميس أن تحسين واقع الطبقة العاملة في المجالات الاقتصادية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لها يشكل أحد أهم أولويات الحكومة منوها بدور العمال في تعزيز صمود الشعب السوري من خلال التضحيات التي قدموها في جميع المجالات من جانبه عبر أمين عام منظمة بيت العامل الإيراني عن إعجابه بالمعنويات المرتفعة لأبناء الشعب السوري وثقته بأن النصر المؤذر على الإرهاب أصبح واضحا مشيرا إلى العلاقة المتميزة التي تربط بين منظمة بيت العامل الإيراني واتحاد العمال في سوريا والتنسيق المستمر بينهما بهدف تحسين واقع العمال في مختلف القطاعات وأعرى بارضا محجوب عن ثقته بأن الشعب السوري تجاوز الصعوبات التي فرضتها الأزمة في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية مؤكدا الاستعداد لرفع مستوى التعاون بين الجانبين في جميع المجالات مجلس النواب الأمريكية تبنى قرارات تمنع أي تعاون عسكري مع روسيا تعمل على ما اسمه الحد من النفوذ الروسي في العالم جاء ذلك بعد ساعة من أعلان موسكو للرؤية الجديدة للسياسة الخارجية التي أكدت على إقامة حوار مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل توجهات الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية والتي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبق تطور الأحداث المتسارع وخططا فيما يخص ملف العلاقات بين موسكو وواشنطن أولوية محاربة الإرهاب عبر إنشاء تحالف دولي واسع وإمكانية الحوار مع واشنطن على أساس المساواة واحترام المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إحدى أهم مبادئ رؤية السياسة الخارجية الروسية التي لم تنضي ساعات على إعلانها حتى سارع مجلس النواب الأمريكي لتبني مشروع قرار بشأن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية في السنة المالية الحالية والذي يمنع عمليا التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا مشروع القرار سبقه مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تضمن بنودا حول ما سماه تفعيل الجهود المبذولة للحيلولة دون بسط روسيا نفوذها السياسي في العالم مؤشرات جديدة تؤكد النهج الأمريكي العدائي تجاه موسكو التي تؤكد عبر مواقف متجددة على بناء علاقات متكافئة مع الناتو والغرب من إشارة روسيا إلى أنها تنظر نظرة سلبية إلى توسع الناتو واقتراب بنيته التحتية العسكرية من الحدود الروسية وما بين اليد الروسية الممدودة للغرب للحوار وإصرار واشنطن وحلفائها على التصعيد وتوسع الناتو باتجاه روسيا يرتفع منسوب التصعيد في العالم الذي تؤكد القوى المستقلة فيه على إرساء مشهد دولي متعدد الأقطاب يعاني الأسيران الفلسطينيان أن السجديد وأحمد أبو فارا أوضاعا صحية خطيرة جراء استمرار إضرابهما عن الطعام منذ الخامس والعشرين من أيلول الماضي أصدى مخاوف من دخولهما في حالة غيبوبة دائمة أو وفاة في أية لحظة في سجون الاحتلال تقرير خليل إبراهيم الأسيران أن السجديد وأحمد أبو فارا المضربين عن الطعام رفضا عرضا قدمت سلطات الاحتلال الصهيوني بالإفراج عنهما بعد أربعة أشهر من انتهاء مدة حكمهم الإداري مقابل فك الإضراب محامية الأسيران شديد وأبو فارا كشفت أن الاحتلال عرض عليهم الإفراج في شهر أيار العام المقبل وهذا ما رفضه الأسيران وصرى بموقف واحد على الإفراج الفوري مقابل فك الإضراب وأشارت إلى أن هذا العرض يأتي بعد تداهر جديد في حالة الأسيران الصحية بعد دخولهما اليوم الثالث والسبعين في الإضراب المفتوح عن الطعام ما تسمى محكمة الاحتلال العليا كانت قد جمدت الاعتقال الإداري للأسيران قبل نحو أسبوع ووفقت على نقليهما إلى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة إلا أنهما رفض ذلك فالشاتي عدت اعتقالهما بعد فك إضرابهما الأسيران شديد وأبو فارا يعانيان أوضاعا صحية خطيرة جرى سمرار إضرابهما عن الطعام منذ الخامس والعشرين من أيلول الماضي وسط مخاوف من دخولهما في حالة غيبوبة دائمة أو وفاة في أي لحظة انتهاكات حرية الإنسان في فلسطين المحتلة مستمرة وأن المعاناة اليومية للأسرى تأتي واستغدى الطرف عما يسمى المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الصيوني بحق الشعب الفلسطيني تفجيرات إرهابية يلجع إليها تنظيم داعش في العراق لإبطاء تقدم القوات العراقية والجيش يساعد السيطرة على قرى جديدة شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى من إرهابي داعش التقرير التالي والتفاصيل مع تواصل العمليات العسكرية في محيط مدينة الموصل يلجأ تنظيم داعش الإرهابي إلى المفخخات والانتحاريين في محاولة لإبطاء القوات العراقية التي تتقدم ضمن المحورين الشرقي والشمالي من المدينة مصدر عسكري عراقي أكد أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا كان يعتزم تفجير نفسه وسط المدنيين والقوات العراقية المحتفلة بتحرير منطقة الإخاء بالكامل من سيطرة داع الشرقي الموصل العمليات المستمرة في محيط المدينة شهدت كذلك اشتباكات عنيفة مع ناصر تنظيم داعش في مناطق الشهداء والتأميم والنورة التي تسعى القوات العراقية لتأمينها وبسط سيطرتها عليها في الوقت الذي أعلنت فيه تحذير لدريوش وأبو جربوع ضمن الشمالي للمدينة وتمكنت فيها من قط العشرات من الإرهابيين إلى ذلك استشهد عدد من الأشخاص وجرح أخرون بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من ساحة الشهداء وسط العاصمة بغداد وأفاد مصدر أمني أن قوة طوقت مكان الانفجار ومنعت الاقتراب منه فيما هرعت سيارات إسعافا لنقل المصابين إلى مستشفى قريب وجثت إلى دائرة الطب العدلية تشهد بغداد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزم ناسفة إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفارقة منها ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص إلى ذلك أكدت مصادر عراقية أسقط طائرة مسيرة لتنظيم داعش الإرهابي والاستلاء على صور دقيقة في قاطع عمليات ديالة من جانبه أعلن قائد عمليات قادمونة يانينوى أن قوات مكافحة الإرهاب حررت 23 حيا في الساحل الأيسر من الموصل إلى ذلك نفت قيادة العمليات المشتركة تقرير مكتب الأمم المتحدة في العراق الذي تحدث عن مقتل 1959 من عناصر القوات العراقية الشهر الماضي وأكدت أن التقرير غير دقيق وتضمن معلومات خاطئة وأرقاما مبالغا فيها شن طيران العدوان السعودي 14 غارة على منطقتين قحزة واطلح بمحافظة صعدة مستهدفا ممتلكات المدنيين وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سباء أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديرية صعدة ما خلف أضرارا بالغة في ممتلكات المدنيين كما شن طيران النظام السعودي ثلاث غارات على منزل في منطقة الطلح بمديرية سحار أدت إلى تدميره بالكامل وتضرر منازل أخرى مجاورة من جهة أخرى استهدفت مدفعيات الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي بمنطقة مريس في محافظة الضالع وأوقعت قتلى وجرح في صفوفهم وفق ما أكد وصدر عسكري يمني أردوغان يبحث عن الدولار تحت وسائد الأتراك مصرحية سفينة مرمرة في آخر فصولها وحملة الاعتقال معارضة مستمرة وتطال رؤساء بلديات جنوب شرق البلاد تقرير أسامة شحوت سنوات من السياسة الخاطئة تجني أزمة مالية لا مثيل لها من قبل في تاريخ تركيا الحديث الليرة التركية تهوي والمستثمرون الأجانب في حالة ذعر وخوف أردوغان يدفعه لطلب الدعم من شعبه بطريقة تثير الاستغراب معزا إليهم بإخراج ما يخبئونه من ذهب وعملات أجنبية من تحت وسائدهم وتحويلها إلى العملة التركية لكن لسان حال الأتراك يقول يا ليته بدأ بمليارات الدولارات التي أخفاها مع ابنه بلال الوضع الخطير دفع بأكبر اتحاد رجال الأعمال الأتراك إلى دعوة نظام أردوغان لوقف العمل فورا بحالة الطوارئ لكن العثماني الجديد مصر على المضي بسياسة القمع والبطش ضد شعبه عبد الرحمن ديلبك الكاتب المقرب من أردوغان لمحى إلى احتمال اعتقال الذين يفضلون شراء الدولار في ظل هبوط الليرة التركية في الوقت ذاته كشف أردوغان عن فصل جديد من فصول مسرحية دافوس ليدق آخر اسفين في قضية سفينة مرمرة ويتنصل منها كرم إرضاء الكيان الصهيوني معطيا أوامره للمدعي العام بإسقاط الدعوة التي رفعها ضحايا أسطول الحرية ضد الكيان الإسرائيلي بحجة التطبيع الأمر الذي خلق حالة من التوتر داخل قاعة المحكمة نتيجة الصدمة التي لم يتحملها أهالي الضحايا وسط تأكيد منهم بمتابعة القضية وتحويلها إلى قضية رأي عام ورغم الأزمة المالية في البلاد نظام أردوغان مستمر في مسلسل الاعتقالات قوات الأمن التركية في حملات متزامنة على بلديات شامدينلي واتشوكوروفا ويوكسيك أوفا في ولاية هكاري جنوب شرق البلاد واعتقلت رؤساء البلديات الثلاث بحجة الانتماء لتنظيم فتح اللاجول حجة حولها أردوغان لسيف يقطع فيه رقاب المعارضين لحكم الإخوان للأسبوع السادس على التوالي تظاهر مئة ألاف الكوريين الجنوبيين مطالبين باستقالة الرئيسة باركي جيون المتهمة بقضايا فسادة ذكرت كالات فرانس بريس أن المظاهرة تأتي بعد ساعات من تقديم أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاثة إلى البرلمان مذكرة تطالب بإقالة الرئيسة حيث وقع المذكرة التي تتهم رئيسة بأنها خرقت الدستور مئة وواحد وسبعون نائبا من أصل ثلاثمائة في البرلمان ومن المقرر أن يتم التصويت عليها الجمعة المقبل وكالة الشرطة الأوروبية تحذر من هجمات إرهابية قد يشنها تنظيم داعش في أوروبا عبر استغلاله أزمة اللاجئين تقرير جيانا مرشد الإرهاب الذي قد يضرب أوروبا مجددا هو أول المخاوف للساسة الأوروبيين الذين باتوا قلقين من هجمات إرهابية محتملة وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول حذرت من استغلال تنظيم داعش الإرهابي لأزمة اللاجئين في أوروبا مشيرة إلى أن التنظيم المذكور يحاول استقطاب عدد كبير من المهجرين وتجنيدهم في صفوفه واستخدامهم فيما يعد لشن هجمات في أنحاء القارة العجوز الوكالة نشرت تقريرا عن المخاوف المتزايدة من هجمات إرهابية في المستقبل قد تحصل في دول أوروبا كما حذر مكتب الشرطة من أن شبكات إرهابية مثل داعش تغير طرق عملها في أوروبا إذ يمكن أن تستخدم سيارات مفخخة مشيرة إلى أن فرنسا أصبحت هدفا رئيسيا للإرهابيين في أوروبا فيما دخلت كل من ألمانيا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا قائمة البلدان التي يوجد فيها أعلى مستوى من الاحتمال لتنفيذ أعمال إرهابية ويؤكد العديد من مسؤولي الدول الأوروبية أن النظام التركي هو السبب الأساس للهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا بسبب دعمه للإرهاب لذلك فإن الحل يتطلب إذا أراده الأوروبيون جذريا أن يتم قطع رأس الأفعى ومعاقبة أردوغان على سياساته تذكير بأبرز العناوين القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو سكان الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة إلى منازلهم تقدم مستمر للجيش بحلب وموسكو تكذب تصريحات لندن وتؤكد أن بريطانيا لم تقدم أي مساعدات لأهالي حلب لافروبيو لنستعداد بلاده لاستئناف المشاورات مع الجانب الأمريكي بجناب في أي وقت الغيبوبة الدائمة والموت المفاجئ يتهددان حياة أسيرين مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلية القوات العراقية تستعد السيطرة على قرى جديدة شمال مدينة الموسي وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر